انا اعتذر من الناس لانهم يقولون كيف وصلنا الى هذا المستوى والجواب نحن في موقف لابد ان يكون فيه ربط لان اللي قاعد يحصل مو طبيعي واللي قاعد يقحم في الاستجوابات مو طبيعي لذلك خشية من الله عز وجل وانه ما نكون ظلمة احنا على هذا الاستعداد ونتمنى من مجلس الموقع الرنيم لحثقة للوزير بخيط الرشيدي اليوم بلدنا من اكثر وقت مضى بحاجة الى رص الصفوف وعدم التنابز وعدم الهمز واللمز والقمز اليوم بلدنا في وطن محيط اقليمي مخيف وحرب تقرع طبولها حوالينا انا ااسف ان البعض يرمينا بالعصرية في ظل ظروف مثل هذه الظروف انا ااسف ان يكون حديثنا يصل الى هذا المستوى وانا ااسف ان ننجر الى غضايا مثل هذه في ظروف احنا بحاجة لها ان نكون نموذج للشعب الكويتي نموذج في تحزيز الوحدة الوطنية نموذج في ترص الجبهة الداخلية نموذج في القضاء على اي مظاهر من مظاهر التفرغة في المجتمع الكويتي لكن اليوم ومن اجل كسب سياسي ممكن انه ينحرف بالبلد لذلك رسالتي لكل اهل الكويت اي طرح يمس الوحدة الوطنية ردوا على صاحبه بالرض البلد اليوم بحاجة الى تعاون حقيقي بين السلطات وبين كل المنابر البلد اليوم بحاجة حقيقية الى رسال صفوض